بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الآيزة لمستوى الباكالوريا ومستوى الثانية ثانوي لأن هذه الحصة خاصة بالباكالوريا وخاصة بالثانية ثانوي لهي طرق إيجاد السيغة المجملة السنة الماضية درت حوالي عشر طرق عشر طرق وكان حصص كذلك فيها بزاف طرق لكن درت حوالي عشر طرق والله أكثر وهذه الطرق موجودين في هذه السلسلة والسلسلة انشرتها لكم هناك حوالي 29 طرق لكن هناك بزاف طرق ومجيش في الباكالوريا لا داعي للقلق إذن في هذه الحصة الطريقة هذه هي طريقة إيجاد السيغة المجملة رح نشوف طريقة رقم ربعة وطريقة رقم سبعة في هذه السلسلة هذه الطريقة رح نقرها لكم بسرعة ركزوا فيها وبزاف سألوني سألوني عليها تلاميذ فحم هيدروجيني أ كتلته المولية فحم هيدروجيني وش معنها؟ معنها السي إكس آش إجرك قال لك كتلته المولية أم 56 جرام بارمو إذن هذا الفحم الهيدروجيني قد يكون ألكان قد يكون ألسن وقد يكون ألسين إذن ما عرفوا لكش وقال لك كذلك أنه كتلة الفحم كتلة الفحم معنها أم سي مش الكتلة المولية كتلة فيه تساوي ستة أضعاف كتلة الهيدروجين بمعنى أنه أم انتع السي تساوي شحال ستة أم انتع الهيدروجين المطلوب جد السيغة المجملة لأ وما طبيعته نحن نحسبه إكس ونحسبه إجرك نقدره نعرفه طبيعة المرك إذن هاي الطريقة طريقة ممتازة ورائعة ودرجوها بزاف زمالة أسد ذا في الامتحانة الفصلية لم تطرح سابقا في الباقالورية لكن ما يمنعش أنه تجي طريقة من هذه الطريقة لأنه ما فيهاش خدمة بزاف وما تطلبش التفكير بزاف شوفوا نفس الفكرة لكن هنا قال لك ألسين عرفوا لك إذن ألسين غازي أ نسبة كتلة الكربون على الهيدروجين تساوي ثمانية أي أم سي على أم آش تساوي ثمانية كنحبون نكتبوها أكثر مع أنها أم سي تساوي ثمانية أم آش المطلوب إيجاد سيغات مجملة للألسين أي نشوفوا اللولة نعودوا نقرأ الثمانين ماذا قال لك؟ فحم هيدروجيني أ معناها أنا المركب أ انتاعي هو من الشكل سي إكس آش إيجراك وش أعطاننا؟ أعطاننا الكتلة المولية انتاعه معناها أم انتاع أ لهو سي إكس آش إيجراك شحال تساوي؟ ستة وخمسين قران طارمو هذه معطايات وعطاننا حاجة خلاف أنه أم انتاع السي كتلة الفحم وش قال لك؟ كتلة الفحم مش كتلة مولية بالك وتغلطه كتلة الفحم تساوي ست أضعاف كتلة الهيدروجين إذا نظرك أنا من هذه المعطايات من هذه نوش أعطاني؟ أعطاني هذي وعطاني هذي كيفش ندير باش نوجد الكتلة السيغة المجملة؟ إذا نتبعوا معي مليح أنا نبدأ بهذه نبدأ بهذه أن الكتلة المولية التأسيكس آش إيجراك تساوي شحال ستة وخمسين شحال الكتلة المولية التاع الفحم 12 إذا نقوله 12 إكس زائد الكتلة المولية تعهيد الروجين شحال واحد زائد إيجراك شحال يساوينا؟ يساوينا إلى ستة وخمسين هذي نسميها واحد خلاص هذي واحد هذي ذوك الآن من هذه لازم نخدم واحد الخدمة إحنا واش أعطالك؟ أعطالك أنه كتلة الفحم تساوي ست أضعاف كتلة الهيدروجين تعرفوا الرياضية أو ما تعرفوش؟ جيد ممتازي تقني رياضي ممكنش واحد يعرف أخر منكم رياضية لو نقسم الطرف هذا على كمية المادة ونقسم الطرف هذا على كمية المادة إذا كنت في الرياضية أقسم على عشرة لأن تساوي أقسم على عشرين أقسم على عشرين أقسم على اللاف أقسم على عليك كما تعرفون أنو كتلة المولية أو كمية المادة ما هو يمكنك الحصول على الصيف ومعناها، الكتلة المولية على كمية المادة هذا يمكنكم تطلق الهيدروجين وهذه وش تمثلك تمثلك الكتلة المولية نتاع الفحم آيان عوضوهم إذن هذه هي هذه وهذه هي هذه إذن وش تولي عندي هذه الفكرة تولي عندكم الكتلة المولية نتاع الفحم تساوي 6 الكتلة المولية نتاع الهيدروجين يستلزم وش يستلزم الكتلة المولية نتاع الفحم 12X والكتلة المولية نتاع الهيدروجين حال واحد اذا تولي عندكم ستة اجراك. آه عندي واحد وعندي اثنين. نجيبوهم فيه جملة معادلة. اذا اثناش اكس زيت اجراك يساوي ستة وخمسين واحد. وعندي ماذا? عندي اثناش اكس تساوي ستة اجراك. اثناش اكس تساوي ستة اجراك. اشحال? اثنين. جيد. جملة معادلتين بمجهولين من الدرجة الاولى باش نخدموها في المتوسط بالجمع والتعويض. اذا اثناش اكس تساوي ستة اجراك. نقدر نختازلوها لما نقدرش على ستة على ستة. اذا اشحال تولي عندكم هنا يا? تولي عندكم ايجراك تساوي اثنين اكس. نسموها اثنين. ايا ذا كل اندروا نوعوض اثنين في واحد. نجد. نعوضوا هذه في واحد. اذا في بلاست ايجراك حطوا اثنين اكس. تولي عندكم اثناش اكس زائد اثنين اكس تساوي ستة وخمسين. يستلزب اجمع. تولي عندك ربعتاش اكس تساوي ستة وخمسين. ومنهم اكس حالتوا ستساوي لكم اربعة. اذا اجراك تساوي اثنين في ربعة وتساوي ثمانية. ومنه وشنو? سيغة ا شنو هي? سي ربعة اش ثمانية. وهذه السيغة وش توافق? توافق سي اش ثنين او. ومنه ا هو ارسن. مفهوم؟ الخطأ اللي يديروه بزاف تلاميف الخطأ. صح. شوفوا الان وصلنا. وصلنا الى ان الكتلة المولية تساوي ست مرات الكتلة المولية الهدروجينية. تلاميذ هذه الخدمة ما يخدموهاش. مباشرة ان كي تقولوا امسي تساوي ستة ام اش. هذه راه هي كتلة وان ليست كتلة مولية. يروح يعوضها بهذه. اخدم هذه الخدمة لازم تقسمها على ان اقسمها على ان. وبعد هذه تمثلكم كتلة مولية وهي كتلة مولية وهو المطلوب. واضح؟ شوفوا كل الحالة الثانية. الثانيا. ثانيا. ماذا قال لك؟ ال ا هو الثانيا. اذا الثانيا. سيغته سيئان. ماذا يقول لك فحم هيدروجين. لا. الثانيا. سيئان. آش ثنين. الثانيا. نقص ثنين. ماذا طلب منك؟ ماذا طلب لك ما اعطيت؟ قال لك ان كتلة الفحم تساوي ثمن اضاف كتلة eland. الهيدروجين. نفس الفكرة نفس Chung. هيدروجين. نفس الثانيا. ن palavras يا نقدس. نقسمها على ا نقسمها على حان. نقسمها على حان. واقسمها على حان. قسمها على حانiene. و وحساhem . ي sunt 20 N . 10 N 8 N . 18 N question . . . ناقص 2 انشرك الآن تقول لديك 12 تساوي 16 ناقص 16 جيب هذه منها ودي هذه منها إذاً تقول لديك 16 ناقص 12 تساوي 16 16 ناقص 12 هي 4 يستلزم أنه يساوي 4 بما أنه يساوي 4 يصبح لكم المركب A عبارة عن C ربعة في ثنين ثمانية ناقص 2 ستة وهو المطلوب إذاً هذه طريقة من طرق إيجاد الصيغة المجملة ويقدر يقول لك في 80 أنه كتلة الفحم تساوي ضعفين كتلة الأكسوجين والله كتلة الأكسوجين تساوي أربعة أضعاف كتلة تخدم بنفس الطريقة نفس الفكرة فقط إذا قال لك فحم هيدروجيني تخدم X إذا قال لك ألكان أو ألصن أو ألصين أو كحول تخدم سيئان فقط والفكرة نفسها ورح نزيد نحلوا عليها تهملين تعالى الطرق هذه واضح؟ إذاً عودوا أحلوا هذه الطريقتين وهذو التهمل اللي عندكم بهذه الشكل ستحلوهم بكل سهولة إن شاء الله إذاً ما تنسوش شعارنا دائماً العالم الكامل تحيا إخوتنا في فلسطين ربي ينصر إخوتنا في غزة ربي يكون معاهم وربي ينصرهم إن شاء الله بشعار العالم الكامل إن شاء الله سلام